مرحبا بكم في درس اليوم سنقوم بكتابة كلمة صعب من منظورين متقاطعين كما ترون في التصميم باستخدام فراشي حروف خطنادين ثلاثية الأبعاد لبروكرييت بحيث يكون حرف العين متوسطا ومتقاطعا مع المنظورين كالعادة نبدأ بالخلفية سأستخدم اللون الأخطار هذه المرة سأقوم بعمل طبقة جديدة ثم أضيف حرف الصاد في بداية الكلمة وأضعه في هذه الطبقة سأقوم بعدها بإضافة طبقة جديدة ثم أبحث عن فرشات مد الحرف من نفس المنظور وأضعها على هذه الطبقة الآن طبقة جديدة أخرى ثم حرف العين في وسط الكلمة وأضعه في مكانه أقوم بعمل طبقة أخرى ثم أضيف مد الحرف للمرة الثانية وضيفة هذه الفرشة وضع مسافات أكثر بين الحروف بحيث يكون هناك نوعا من التباعد بينها الآن أضيف طبقة أخرى ثم أضع فيها حرف الباء في آخر الكلمة سأقوم بتحريك كل طبقة إلى مكانها الصحيح حتى تتصل بالحرف الذي يليها الدقة مطلوبة هنا إذ إن الحروف غير المكتملة قد تعيق عملية التلويل لاحقا بعدها أقوم بعملية تصحيح لأي زيادات في الحروف الآن أقوم بدمج هذه الطبقات مع بعضها البعض وأقوم بعمل طبقة جديدة ثم أضع حرف الصاد في بداية الكلمة من المنظور الآخر في هذه الطبقة سأعيد العملية وأصنع طبقة جديدة مع مد الحرف فيها وطبقة جديدة ومد الحرف مرة أخرى وطبقة أخيرة لحرف الباء في آخر الكلام سأقوم بتحريك الطبقات الجديدة إلى أماكنها الصحيحة وأقوم بأي عمليات تصحيح سأقوم بإغلاق هذه المنطقة عبر رسم خطوط تصل النهايات ببعضها وأقوم بأي تصحيح لازم أدمج الطبقات مع بعضها ثم أجعل هذه الطبقة رفرنس ثم أنشئ طبقة جديدة أسفل هذه الطبقة وألون الأماكن الفارغة في الكلمتين مع مراعاة فروق الألوان حيث أراعي توزع الضوء في المشهد سأقوم بعمل ضل بسيط أسفل كل كلمة وأستخدم الأمر Gazian Player ثم أضغط على مود الطبقة وأختار Multiplay هذه العملية ستظهر اللون الأسود بشكل صحيح جميع الفراش المستخدمة في التصميم متوفرة على موقع الإلكتروني لا تفوت الفرصة بالاشتراك في القائمة البريدية في الموقع للحصول على آخر العروض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر